الحل بين روسيا وأوكرانيا أمام محطات جديدة ولكن من دون مؤشرات إلى مدى جدية أو فاعلية هذه المحطات بالانتظار تشير تقارير غربية إلى أن التطورات في روسيا والتمرد الذي أجهض في مهده يحتمان على الرئيس بوتين إنهاء الحرب في أوكرانيا والتفرغ لترتيب البيت الروسي هذا في التقارير في حين ترفض كييف حتى الساعة أي حل غير شام والرئيس زيلنسكي يوضح أنه لن يقبل أي اقتراح سلام يحول الحرب الروسية في بلاده إلى صراع مجمل في هذه الأجواء تستمر مساعي دول متعددة للتوسط في حل والخارجية الروسية تحذر من أن أي خطط سلام من دون روسيا لا قيمة لها هل اقترب إذن أوان الحل بين موسكو وكييف؟ هل التطورات الروسية تجعل إنها أزمة أوكرانيا بالحل أو الحسم ضرورة ملحة؟ وكيف يستفيد الغرب من هذه التطورات للدفع نحو تقريب المسافات مع روسيا؟ للنقاش ينضم إلينا من موسكو الأكاديمي والدبلوماسي السابق فيتشسلاف موتوزوف ومن كييف الخبيرة في الشؤون السياسية والاستراتيجية لادا روسليسكي أهلا بكما إلى غرفة الأخبار أبدأ معك سيد موتوزوف تقارير غربية تشير إلى أن تطورات في روسيا والتمرد الذي أجهد يحتمان على الرئيس بوتين إنهاء الحرب في أوكرانيا والتفرغ لترتيب البيت الروسي هل هذا التمرد يعيد حسابات موسكو بأن الخسائر قد تبدو أكبر من المكاسب في هذه الحرب؟ كل الخسائر لقوات روسية معروفة لقيادة روسية من الأساس هذا لا يعني أن كل أرقام أعلنوا إلى وسائل الأم الروسية والعالمية لأن هذا القانون أن لا ينشر خسائر الحقيقية خلال معركة في ميدان ونفس الشيء لدي أوكرانيا لا ينشرون كذلك عدد خسائر خلال هذه المعارك المسلحة ولذلك هذا الشيء ليست جديداً هذا عمر العادي بنسبة لوضع داخلي خارجي وإعلامي لأي دولة في العالم التي تتورط في الحرب لذلك ليست تؤثر شيئاً عن موقف الروسي موقف الروسي الآن تنتلق من الروسي متزوف يعني الخسائر لا تتعلق فقط بالأرقام التي ترصد المسألة وصلت كما تابعنا وتابع الجميع لتهديد أمن روسيا تهديد كيان الدولة ككل خيانة وكما وصفها بوتين طعنة في الظهر الأمر الخسارة واضحة وكانت قريبة من أن تتحقق في مغامرة بريكوجين يعني خلافات بريكوجين مع وزارة الدفاع ليست أمر جديد هذا الخلاف بدأت في 2016 في سوريا في دير الزور عندما كانت جيش الروسي يأخذ موقف وصفقت بريكوجين مع شركات سوريا عملت شيئاً مختلفاً من مشاريع وخطة الأسكرية لجيش الروسي لذلك هذا ليست قصة جديدة هو انتهى قوة القاتلة عسكرية قتالية لواغنر معروفة هو ناجح لماذا ناجح؟ سيد مكتزوف خلافات في سوريا تختلف عن انتقال هذه القوة لتهديد موسكو وشخصيات قيادية عسكرية على الأقل إن لم يكن تهديداً لبوتين بشكل مباشر أنا أقول لكم شيء ريخ شخصي أولاً هذا ليس التمرد ضد السلطة من قبل بريكوجين بريكوجين هو في علاقة طيبة مع بوتين وحتى بوتين قال الآن علنياً أن 86 مليار روبل يعني معنا هذا أكثر شوية من مليار دولار وزع إلى واغنر حلال سانة لانتهت من مائو إلى مائو لذلك هذا الواضح تماماً أن علاقة مع السلطة موجودة حلال بريكوجين لتمرده كما يقول لليش ديد السلطة هو يطلب إقالة شويقه كوزير وكذلك رئيس اركان الخارب جراشمو كجنرال الذي لا يعطي له سواريخ وزخائر وهناك خلافات بينهم مشكلة موجودة أكيد ولكن هذا مشكلة داخلية وكما بينا أن لا تنعاكس على حق القتال واضح لأن هذا هو الصورة الحقيقية بلدون أي مبلغات طيب هذه وجهة نظرك ماذا عن رأيك سيدة لادة روسليسكي الخبيرة في الشؤون السياسية والاستراتيجية ضيفتنا من كيف كما قال السيد موتوزوف ليس تمرد ضد السلطة علاقة بريكوجين طيبة مع بوتين وأثبت ذلك من خلال ما صرح به بعد هذا التمرد الذي حدث بوتين الآن كما تابعنا في العاجل قبل قليل قال لم أشك بدعم المواطنين الروس خلال التمرد يعني كل الظروف كانت لصالح بوتين بحسب ما تردد القيادة على الأقل العسكرية والسياسية الروسية لماذا إذن يعيد بوتين حسابته فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا حسنا إن استمعنا إلى الأكاذيب الروسية ليس هناك حرب روسية على أوكرانيا حتى مجموعة فاغنر هي لا تغضع للقيادة المباشرة لروسيا نحن نعرف أن هذه الكوات وفاغنر ومجموعة جابرن قد حصلت على دعم كبير من الكريملين لعقود مضت إن الأنشطة الأخيرة التي شهدناها التي تحدث في روسيا جعلت الكثير من الأشخاص يعتقدون أن السحر سينقلب على الساحر نفسه ولكن أبدت وأوضحت سزاجات وعدم فهم طريقة أعمل الاتحاد إن المسؤولون الذين يفتخدون أن هناك أشخاص لا يوجدون في السورة السيد سوفريكن نفسه لقد استمعنا إلى برويجوجين وهو يطالب بإقالة رئيس وزير الدفاع ورئيس الأركان ويريد استبدالهم وهذا الأمر يتعلق ليس فقط بجمع البيانات وهذا الأمر يشير تساؤلات حول ولائه إلى الكريملين وهل قوات فاغنر سيكون ولائهم إلى وزير الدفاع أم إلى قائد مجموعة فاغنر هناك كثير من القصامات والأمر يوضح سزاجة التفسير لكثير من المسؤولين في روسيا في هذه المرحلة من الوقت وبالنسبة لمحاولة الانقلاب أثناء أو حرب أهل وقوع حرب أهلية داخل روسيا فإن روسيا تحاول أن تقوم بعلاج الموقف من الداخل فترسل القوات فاغنر خارج روسيا إلى بيلوروسيا وتحاول مواصلة الصلاة الحرب في أوكرانيا لقد قتل عشرات الأشخاص وحوالي ثمانة أطفال وردع في أوكرانيا فالروسي يهاجمون مناطق مناطق مدنية داخل أوكرانيا عفوا للمقاطعة سيدة روسوسكي إذن دعيني هنا أتداخل معك فقط لأعود للنقطة الأولى باختصار إذن هل تعتقدين أن ما حدث أي كان وصفه يعيد حسابات بوتين فيما يتعلق بالحرب في روسيا أم ستستمر العملية كما هي في ظل تحدياتها على الأرض إن الأمر يعطيه فرصة لسحب قوته وحفظ ماء وجهه ولكني أشك أنه سيقوم بذلك فرصة سيد متزوف لحفظ ماء الوجه فرصة على الأقل لتجميد الصراع على وضحه الحالي فرصة لعادة الحسابات وإعطاء على الأقل اهتمام لطاولة الحوار أم العودة إلى السجال على الأرض العسكري واستخدام لغة الرصاص أولاً أن روسيا من 24 فبراير السنة الماضية لا تعرض أي حوار السياسي مع السلطة وقرينية هذا الأساس لذلك كل الاقتراحات لبدء الحوار لبدء الحل السياسي من حل العسكري نتنقل كل هذا تنطلق من الفكرة أن روسيا ترفض الحوار روسيا تقترح الحوار وكما قال لوروف بكل وبوتين وضع أوراق أمام قادة الأفريقيين أوراق مواقعة من قبل طرف أوكرايني في أبريل الماضي في اسطنبول حيث هو قال أنهم مستعدين أن نحل مشكلة وبنود الاتفاق لأي أساس ولكن موقف الغربي هم وجدوا فرصة أن يدمر روسيا أصلاً لأن فرصة لا يمكن أن يتقرر ولذلك كان يطلب من أوكرانيا أن لا يدخل المفاوضات مع روسيا وتلك الورقة التي كانت مواقعة من قبل ممارسل أوكرايني في اسطنبول كانت لا تتحركوا واليوم وكانت أمر واضح من قبل غرب إلى زيلنسكي قالوا أن لا أي حوار بدون هزيمة أشكرية لروسيا في حق القتال بعد هذا استأنفت القتال وتستمروا حتى اليوم هم يقولون أن أمر فقط حرب بين روسيا وأوكرانيا لا جنرال ميلي قال بكل السراعة لكن سيد متزوف إذا نوقف تزويد السلاح لأوكرانيا تخسر كل الأسبوعين لكن بالتأكيد سيد متزوف غرب موجود في أوكرانيا والروسية موجود غرب وليس أوكرانيا سيد متزوف واضح لكن لا يمكن إنكار أن هذا التحدي الذي مرت به القيادة الروسية خاصة بوتين ربما أكبر تحدي مر عليه منذ وجوده في السلطة أكثر من عقدين من الزمان الآن أكيد سيعيد حسابات في أمر ما إن كان هناك تغيير في طريقة التعامل على مستوى التعاطي مع الحرب في الداخل الأوكراني ما شكل التغيير الذي سيتم؟ لا يمكن أنا لا أتصور أي تغيير في موقف القيادة الروسية اليوم اليوم يجي إلى موسكو ممثل الخاص لبابا روما من واتيكان والآن يدخل مفاوضات مع بوتين شخصيا لا أستثنى أن مشكلة الأوكرينية سوف يأخذ موقف المركزي ولكن القرار في اليد وأمريكا إذا أمريكا لا تحب أن يتفق روسيا على وجود أوكرانيا كدولة حيادية مستقلة مش عضو الحلف الشمال الأطلسي بهذه شروط غير مقبولة أمريكيا لا يمكن أن نتفق مع أوكرانيا أبدا وإطلاقا ليست لأننا لا نرغب هذا أمريكا لا تسمح أن تلجأ من هذا المعزق لهم يعتبرون الذي وجد نفسه روسيا نتيجة هذا الحرب سيدة روسليتسكي لن تغير كما قال سيد موتوزوف موسكو في سياساتها العسكرية وشروطها تجاوزت التحدي بوتين استطاع إدارة الأزمة في أقل من 24 ساعة استعادت موسكو سريعا الثقة لذلك لماذا تغير في سياساتها العسكرية وشروطها تجاه كييف أولا أود أن أعيد أنه من المحتمل بشكل كبير أن هذه الأحداث الأخيرة ربما كانت تم إعدادها من قبل الكريملين إن روسيا لا تعترف بأوكرانيا وإن لديهم فاشيين ومتطرفين ويرغبون في محو أوكرانيا من على الوجود إن عندما يتم تجاهل أوكرانيا من على طاولة المفاوضات كما ذكر ضيفك من موسكو وأن الأمر كله بيد أمريكا ولكن أفضل شيء يمكن للقوات الروسية أن تقوم بها وأن يستفيدوا من هذه التطورات وأن يتراجعوا ويخرجوا من أوكرانيا في وجهة نظري سيدة روسليسكي قلت أنا من المحتمل بشكل كبير أن يتم أن تم هذا الأمر بتدبير من الكريملين يعني ما الذي يدفع الكريملين للقيام بهذا الأمر أكبر تهديد يواجه الدولة لماذا تقوم بهذه التمثيلية إن كانت الفرضية التي تطرحينها حقيقية التي تهز كيان الدولة مقدراتها وأيضا صورة شخصية بوتين لنفس الأسباب التي من أجله قاموا بهجوم على شعبهم في روسيا وادعوا أن الشيشان هم قاموا ذلك في تسعينات من القرن الماضي حتى يبرروا أفعالهم في الشيشان لماذا نتجاهل أن الاتحاد الروسي قد قام بنقل الأسلحة النووية إلى بلاروسيا وسمح لقوات فاغنر أن تحمي هذه الأسلحة النووية وأن تكون جزءا من قوتهم في الاتحاد الروسي لماذا الذي نتحدث عنه أسلحة وسواريخ مواجهة بأسلحة نووية التي تنقلها روسيا أن روسيا لن تتراجع وعلينا نفهم ذلك أن لقد قاموا باستناع هذا المحاولة الانقلاب حتى يسمحوا بنقل هذه الأسلحة ونقل هذه القوات إلى بلاروسيا أن لقد تأثر أن الغرب لم يقم بواجه في حماية حق الإنسان في أوكرانيا سيد ماتوزوف رأي السيدة روتسليتسكي طرح من بعض التحديلات الغربية فكرة التمثيلية هل هذا ممكن هناك من يرى أن قد يعد مثل هذا السيناريو لإيجاد مبرر لنقل فاغنر إلى بلاروسيا واستخدامها حتى تكون قريبة إلى كييف وإن حدث ذلك ستكون تكتيك وخدعة والحرب كما يقال خدعة أنا لا أتصور أن الناس مسؤولين في روسيا على النشاط العسكري والسياسي مستعدين أن يلعبوا مثل هذه المسرحيات أولا هذا الخلاف الحقيقي كما أنا ذكرته بدأ خلاف بين واغنر والجيش ليست في أوكرانيا هذا بدأت من سوريا وكذلك من ليبيا من كل هذه العواصم كانت هناك خلاف بين جيش وانا وانا أشخصين رأي أنا وجود مثال الأمركي بينها وبين الجيش هذا ليس شيئا جديدا هذا ليس التمثيلية ولكن هذا حال الواسط لواجده بمساعدة لكاشنكو وانتقله إلى واغنر إلى بيلاروسيا لا شك أنا أفهم شكوك وقلق من قبل قيادة أوكرينية لماذا؟ لأن تلاتين ألف مقاتل مع خبرة قتالية جيدة في بحمود خلال سنة تقريبا لا يمكن أن هناك ما الذي يمنع استخدام يعني فاغنر من جديد للتقدم من الشمال سيد متوسوف باختصار هذا هو هذا هو أنا أقوله هذا هو لذلك وجود وهناك لا تنسى أن في بيلاروسيا كذلك خمسين ألف الكوات المسالح الروسية انتشر كوات قرسة وإذا يضاف إليهم كذلك خمسين ألف مقاتل واغنر وهم يمكن أن يزيدوا عددهم لخمسين طيب لا شك أن هناك سلاح النووي التاكتيكي كذلك هذا لا شك أن هذا كبدة قوية من الشمال وليست على الشمال على الغرب على حدود اللوف والحدود مع بولنيا أنه لازم يفكر اليوم وين واغنر شو خبرته وهي أفضل القتالية في الروسيا خلال هذه المعارك سنة الماضية طيب سيدة رزلنسكي في ظل هذه التقارير ترفض كيف حتى الساعة أي حل غير شامل الرئيس زلنسكي وضح أنه لن يقبل أي اقتراح للسلام يحول الحرب الروسية في بلاده إلى صراع مجمد هل فكرة أن تجمد الأمور على وضعها الحالي ويبدأ الحل السياسي سيناريو مقبول في ظل ربما تحركات على المستوى العسكري تخيف كييف كما حدث بنقل فاغنر إلى بلاروسيا إن الصراع المجمد ليس حلا في حد ذاته إنه ليس حتى حلا سلميا نحن نرى أن القوات الروسية تهاجم أوكرانيا يوميا وأنهم لا يريدون أن نكون دول مجاورة وبالتالي هناك حرب دائرة بين روسيا وأوكرانيا وبالتالي فإن الحل يجب أن يكون في يد جهة جولية إقصادية ما على سبيل المثال ولكن طالما أن القوات الروسية تحتل الأراضي الأوكرانية فلن يكون هناك ثم تحل ممكن لا يمكننا أن نطالب بدعوة قتل أو قط أو سفاك دماء إلى دولة المفاوضات هذا أمر غير مبخول أن الأراضي أن أوكرانيا لديها صراع مرير مع الروس وهم يستحقون الأفضل إذن سيد إذن سيد روسليتسكي لماذا لم يستغل أو تستغل كييف حالة الارتباك والانقسامات مع هذا التمرد حتى وإن كان في إطار الأربع وعشرين الساعة كان بإمكان القوات العفوا الأوكرانية التقدم في أكثر من جبهة لماذا لم تستغل هذه الفجوة وهناك لوم من الغرب للقيادة العسكرية الأوكرانية بعدم استغلال تمرد فاغنر هناك إن ساحات المعارك في أوكرانيا ما زالت تشهد تقدم ملحوزا لعدة كيلومترات على مطار الأيام القليلة الماضية وعاد استرداد بعض الأراضي التي سيطر عليها الروس ولكن علينا أن نفهم إن الروس لم يتوقفوا في القتل وقصف على مدار حتى رهاية الأسبوع لهم يواصلون ذلك الليلة نهار على مرأة أو مسمع من المجتمع الدولي وبالتالي علينا أن نذكر أن هذا أمر يمس سيادة الدولة الأمر لا يتعلى فقط في أوكرانيا ولكن في جميع أنحاء العالم ولكن طالما أن الروس سمح لهم بمثل هذه الممارسة الشريعة ولديهم أقوى ثاني أقوى ترسانة عسكرية في العالم فسنشهد مزيد من الدمار والموت على الجانب بما لا شك فيه سيد فيتشيزلاف ما قبل تمرد فاغنر ليس كما بعده ما التغير الذي يمكن أن يحدث هل نحن أمام مواجهات عسكرية أكثر حدة أم فرص الحل السياسي تلوح في الأفق أنا لا أتوقع أي تغيير موقف روسي بخصوص العملية عسكرية في أوكرانيا لا لأنه كما أنا قلت أمرارا وتكرارا على شاشتكم في السابق حرب الحقيقية يجب في داخل الروسيا الفيدرالية لأنه هنا في موسكو الصراع الأساسي برأي أنا شخصي جيبت القتال في أرض أوكرانية هذا شيء في مرتبة التاني مرتبة الأول هي صراع في داخل هذا هو أساس ألاذي يتركز أمركا على هذا نجاح في هذا القتال قتال في أوكرانيا هذا مرتبة التاني أمركا تتركز اليوم على ما يجب في داخل الروسيا ولذلك يطلب من Зеленسكي أن يتستفيد من صراع في داخل الروسيا ولكن هنا لا يمكن أن يعمل أن روسيا تنقسم روسيا تنقسم خط واحد أن بوتين هو ما أخذ جهود كافية لخوض المعركة في كورينا وليس ضد الحرب كثير من التحليلات أن الجبهة الداخلية الروسية لن أقول هش ولكن ليست كما تبدو من القوة في آخر دقيقة ماذا تقول أولا أنا هذا يجري حديثا تلك القوة معرضة موجودة في كييف وفي بولونيا وفي أمريكا هذا ليست قوة التي أنا أعني هذا قوة وطنية في داخل موسكو اليوم الذي تؤيد دولة تؤيد الشعب الروسي تؤيد بوتين ولذلك مطلوب من بوتين أن يأخذ قرارا حسما بنسبة لطابور الخامس موجود ويعمل من الداخل في مجال اقتصادي في مجال الإدار لكنه ترك بروكيجين يذهب إلى بيلاروسيا هذا هو مطلوب من بوتين وبيلاروسيا يرحب في روسيا يترحب دور بيلاروسيا دور لوكاشنكو في كل مشار خلال أيام الأخيرة شكرا لذلك سمعة لوكاشنكو ارتفع جدا وأنا أعتبر أن سمعة واغنر في العالم خصوصا في الدول أفريقية ارتفعت كذلك لأنه خلال معارك في أوكرانيا واغنر أكد أن قوة ضربة قوية قوة ضربة لخبرة القتالية جيدة ومستعدة أن يشاركوا في أي قتال وهذا هو الآن ولكن قد تنطلب على قائدها سيد وضع الداخلي في روسيا هو وقت هذا اللقاء للأسف ربما في نقاش آخر معك سيد فتشتلاف متوزوف الأكاديمي والدبلوماسي السابق كنت معنا من موسكو والشكر أيضا للأستاذ لادا روسليسكي الخبيرة في الشؤون السياسية والاستراتيجية من كييف شكرا جزيلا لكم ومشاركتنا هذا الحوار في غرفة